تعرضت إحدى المباني في منطقة طبربور بالعاصمة عمان لتشققات وتصدعات بسبب الأحوال الجوية وانهمار المطر الغزيري في الأسبوع الماضي وفوجي سكان المبنى أن الشركة المنفذة لمشروع الإسكان قد عبثت بالمواصفات الفنية للمبنى مما أدى إلى حدوث هبوط في مستويات العمارة عمارة حوالي ستشهور من أول الصفية الماضية قلنا له يا مهندس هاي العمارة صفية تشققات بيجيب المصري وبعاش وإيه تسمنت أبيض وبتسكر التشققات قلنا له حل المشكلة من جذورها قال خلاص انحلت أول شتوى نزلت هاي بسطفة وقعت الحجر هاي وإنه زي من تشايف حطوا صف البلاستيك مشان يكتصدوا بالإسمنت عشان يكتصدوا بالإسمنت هاي زي من تشايف هاي سطل وهاي السطل الثاني هاي مكسوم هاي السنة أورجيكية هذا السطل الثاني طبعا والله علم جوه شو فيه احنا ما بنقدر جوه ما الله علم شو فيه وليش حط السطول هاي ببسطفة مشان يكتصدوا بسمنت لما يقلبوا زي هيك بدل ما حطتها 4 سطول سمنت بحط سطل واحد شايف عبارة عن مكياجة سمنت وتحت زي ما شفت انت كلها زبالة الإسكان حاطها بالباركنج ومش حاط بسكورس بالمرة هاي بس شتة الدنيا كم عمر هاي العمارة 9 شهور ما طبقها سالي ساكن بها سنة هاي اول حالة يعني ظروف جوية نعم هاي اول حتى بجاشة ضاكة شتة يعني اللي نقول انه يخرب واشتكينا عنه عند المصرف واشتكينا للأمانة بيجي حط سويتين تكحية زي هيك ها هاي شو حكي بس حكيتوا معه وقلتوا له انه في انهيارات صرف بحكي هذا من المزراب كان مسكر والمزراب تيدي بشي مسكر مجال المي المزراب هو مصبوط حمز الختات مراقب ابني في منطقة طبر بورطارك طلعنا كشفنا على الموقع الموقع كان ما فيها الخطورة اللي بتشكل على السلامة العامة الاوضاع الخارجي هاي كلها خارج مجسم البناء يعني بس شوية هبطات اللي صارت وتم تصويبها من قبل وتم انخاطبت متصرف لواء ماركة بخصوص الموضوع هذا وان شاء الله الامور تمام بس لالآن ما فيه اي خطرات السلامة العامة اللي بتشكل انه لا سمح الله عمارة تقع او سير اي العمارة للسقوط هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض بها حياة المواطن الى الخطر جراء سقوط المنازل والمباني ويبقى السؤال هنا الى متى سيستمر مسلسل انهيار المنازل والمباني بسبب فساد اصحاب الانشاءات والمقاولين لفضائية الحقيقة الدولية حمز الماني